سفر يذهب و حانف ابراهيم وإبراهيم الخليلي ده حاجة تانية والخليلي ده براهيم الخليلي ده أنا لعبتي معه كابتن همامي الشريف بظه كان من أه AN rhinrs بroyable ليبتت في جمهورة مصر العب eating الحية اللي وعبينه من الحاج ول ليوع حق لا لا حضرت عمالها ول ليوع حرب الديشوري ول peng ordinary حضرت سيعة الليوع الحاج وسيعة الليوع حرب الديشوري ولعبتي مع خائره حسين نبحانا بيلعب السابيبات معهم هما تلاقي أنت قلت كان سنك كم سنة حسن في الفترة دي نعم كان سنك كم سنة كان عندي كان سنة 62 يعني تريبا كان إيه 18 سنة لا كنت أقلم أن كنت بتحوال 16 سنة 16 سنة 16 سنة إنما كان باين عندك الموهبة بتاعت حراس الموهبة وكنت بقى يعني ما شاء الله يعني زي ما أنا كده بحاجة زي ما أنت ما أصرتش أنت لا 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 بدأت في الترسنة لعبتي مع الناشئين تحت كم سنة بعبتي تحت 12 كان الأول المسابعة 12 14 14 16 18 20 20 ها بعد كان الفرق الأول والفرق الأول طيب أنت كنت بتقول لنا وإحنا بنلعب ودي حقيقة يعني من صفا عبدو يا فلان يا حسن يا فاروق ما حاج فيك هيجيبوا جوان فيا النهاردة أنت كنت أخذها عامل نفسي للفرق اللي قدامك لا أنا كنت يعني كنت أستفز اللي قدامي استفزه ها عشان ما يجي لك تخش أنا فاكر ماتشي الناد الآلي وجيت لأنت كنت أنا بضايع وقت وكنت أنت هتاخد الدوري اه واحنا في النص يعني ما فيش أي حاجة بالضبط وإنت هتاخد الكرة أنو وحدك تأماء المألة وانت متشاعل بيه فأنت جيت لأني وقتلي طب عشان خاطر يا يوجا طب بيلعب الكرة على طول اه ولا أنا هنا اه أخد الكرة وأقوم والعبها كان الأول أمسكها والعبها وأمسكها تاني وابتعو حيزا كده فجي الكرة الوحيدة اللي أنا ما طلحتش عليها كان ضربة سابتة أو كورنة أو حاجة ازا كده وجمال عب حميد رح طالع بدماغه خبطت في العرضة ودخل الجون اه وإنت رح تجايلي وأنا رايح مع الكرة وبتاعه ودخل الجون وجمور بقى فأنت يا أمي يا حسن يا علي يا ابن فأنت بقى خلص بمشدها وقت خلاص بقى كان خلاص يا ناسش خلص اه بقى خلاص كان ناس بتاع ديتين وفتاع اه كسبتول انت في الوقت في الوقت ده اه والله يعني انت كنت بتعملها عامل نفسي اه المدافع اللي دارك بقول له ايه بش هجيب فيها جواه لا أنا مرة اتحددت اه فراود نازمالك علي خليل و وكان حسن شحاتة وطه بصري والخواجة والنازل والفروغ والفروغ جعفر طبعا اه فكان في الاستاذ والله العظيمة كابتن مصطفى تسعين دقيقة ما حطه فيها جون وكسبناه وحسف كسبناه وحسف وحسف في الاستاذ ومالك انا بيقوله ان حسن علي قدام النادي الاهلي كان بيكسر الدنيا قدام نادي الزمالك لا بيه انا ببتاع نادي الزمالك انا اقول لحضرتك الحاجة انا كنت اجيب اللي تقوم الشيك يعني مثلا حلاب النادي الاهلي بل بيصولهم الابيض اه بلعب النادي الزمالي بل بيصولهم الاحمر عشان ت هم يعني عشان الشتم عشان اتراوح عشان ما حدش يحط فيه جون الهجوم عليك كان بيكيفك والله العظيمة كابتن مصطفى عشان ما حد يتحط فيه جون نعم اما اعود الشتم وتمزج يعني من الحاجة الله زي تاخدها تحدي بقى يعني زي في الاتحاية سكندرية كنت اروح عشان اسخن وروح رايح على الدرجة التالتة اه اعود منهم مش عارف ايه كده تبنت متفيد واشتموا كابتن شازي وكابتن شازي يقولك هاتوا حسن علي حسن يا رايح هات يا رايح ولغتا منروح على الدرجة ونيكسبهم ونرجع امتى حسيت ان انت بقيت خلاص بفريق الاول ومتمكن من نفسك بقى وخدت سيخة في نفسك حتى النادي الترسانة زمان كان ليه جماهير بسم الله ما شاء الله وكان النادي الترسانة كل حاجة اه ما نعرف لحد الوقت مع الواحد حزين على نادي الترسانة من اللي بيصر في ده ما شاء الله والله امتى حسيت بقى انك بيت اساسي ايه الماتش اللي خلاك بيت اساسي في الفريق الماتش النادي الاهلي بتاع متى تقوصف اللي هو بتاع 20 سنة مين بقى اللي كلمك بعد الماتش وقالك لتها تبقى موجود في الدرجة الاولى لا كان بقى كابتن شازي اللي بقى الله ارحمه كان يعني كان متبني حسن علي كان بتشازي اه كان عندنا بقى ما فيشش تليفونات بقى المحمول ولا بتاع اه كده التليفنات بتاع عندنا في البيض الارد دية الارد يقولي تعالى صب 10 واكون موجود و بتاعك انا اركم ما كش معاي بقى عيل صغير و بتاع بقى اه اركم 11 من عندين ما عندين المتبح اروح و رايح على هناك علاته ترسم Interesting اه اه الموم ااخدوا من عندين ما عندين المتبح اروح على العين السيرة عشانه و انا جاي اقعد يعني وبتاع اه و اروح رايح على العين السيرة ورح راجع على مئة عوبة على طول على طول أعوبة يعوبة أشوت فيها واللي ارتعوله يعني كان ما شاء الله يعني فرقت معك كتير قوي فرقت معي جدا إنما واحد بقيمة الكابتن شازلي والله كابتن شازلي للفضل الأول والأخير سبحان الله الله يرحمك كابتن شازلي الله يرحمك ده تبقى تحس بعد مبارات الأية دي أنت بقيت أساسي خلاص فريد بقى سنة السبعين رحنا دورة ساعة في السوريا في السوريا خدنا الدورة وأنا لعبتي المتوسة كلها كلها كان معايا كابتن طلعت وكان معايا كابتن راشيد الله أرحمه ده نادي الترسانة حسيت بقى خلاص إن أنت بقيت الأساسي حمدت ربنا بقى جينا كمان خدوني بقى منتخب مصر على طوه طيب وإنت قدت خلاصه لعبتي الفريد الأول استكفيت بقى إنك خلاص إن أنا بقيت أساسي والكلام ده كله هيبقى تمريني عادي ولا بقيت طول لا ده أنا مش عاوز أقعد تاني لا أكس أنا ده أنا حافز يعني كنت بجيب في ولد كان عندنا يعني ريجليش أشول أشول أه أه اسمه سعودي كان أقوله سعودي أجيب له كورو وبتاعه مش عرفيه في ملعب كبير أه وسعودي ده ما شاء الله يعني كان عشرين كورة تلسين كورة وبردك أخده فطار وبردك أشه ما هو أنت قعدت مصر كلها كوانس أننا ما فططناش لا أنت حبيبة كنت فطار ربنا خليك بدأت خلاص في الفريد الأول إيه أحلى مباراة عملتها في الفريد الأول في بداية مشوارك معها غيري الأهلي أنت ورحت لدورة سوريا آه جيت بقى خلاص جيت أنا أقول لما خدنا البطولة اطلعت أنا كان في حارس مرمى اسمه جورج ده كان ما شاء الله كان حاجة عملارك آه حاجة ما شاء الله خدت أنا أحسن حارس هناك في سوريا ودي بقى اللي ديتني حافز إن أنا يعني كان يكاد شازني يقول لي حسي بنفسك يعني يعني سوء نفسك يعني مش تلعب وتاخد بعض وتطرعوا لا حسي بنفسك أن أنت هتبقى حسن علي عاوزت يديك ثقة بقى يديني ثقة أما جيت لعبتي بقى وخدنا بطولات وبتاعه عجلزة كده أنا خدنا بطولتين أه ما كان عشان تبقى عارك بطولتين اللي هي الصاكة والجلاء والجلاء في سوريا في سوريا فكان بقى يقعد يكلمني وبتاع قال لي اوعى في مرة أنا أكلمك في التلفون وما تطلسش علايا شوف يعني ما تكبرش علايا بقى يعني اوعى يعني آه يعني بده بنصحك وبقى عمي يقول لي إيه أنا وأنا بكلمك في التلفونة بقى شايفك أنا بشايفك تنفهمني عشان عارف حركتك وعارفك وخلاص بقى والله كبتنسى بقول له حضرتك أول ما يكلمني أكون في الناتر سنة على طول على طول وبعد ما يخلص أروح رايح على على عمي الركابي ده كان يجيب لي الزاس اللبن اللي هي البلستر الملستر اللي هي كبير الإزاز دي كبير الإزازة والسندويتشين وقعوا بقى طول النهار في الناتر ما بتتحركش بقى ما تتحركش اللي بقى ما يخش بقى على التمرين بقى بتاع الدرجة الأولى لكن أهم مباراة اللي عبتها في الفريق الأول في الدوري العام المصري كانت مع مين أول مباراة أول مباراة اللي عبتناها تقريبا مع نادة الإسماعيلي ده سنة كام سنة 72 و 71 حاجة ذاكرة أنت غنحذوقها عالي على الإسماعيلي إسماعيلي ألعبها نادة الإسماعيلي في الترسنة و في الإسماعيلي السبب إيه؟ حاجة نفسية والله نفسية ليه أقول لحضرتك الحجم الناس يعني يعني قدامك عالب و جريشة وسيد عبد الرازق وسيد عبد الرازق عشامة خليل وأمين دابو أمين دابو كان مجموعة ناشاء الله والله أرحمهم أمين درويش أمين درويش وحسن درويش حاجة تانية حاجة تانية يعني أنا في صراحة طبعنا كنت أموت في نادي الإسماعيلي أمين دابو ما تشاتي علي على طول لا والله العظيم مرة عندنا في الترسنة الإسماعيلي وترسنة أمين درويش أنا كنت كابتن فرقة و نازلين يعني واخد الفرقة و نازل فكان معايا سردباك اسمه حسن خليل أيه طبعا قال لي كابتن حسن أنا عاوز أخذ الإشارة منك عشان أم قالتلي لو حتبق أنت كابتن هتخذوا المئتين جنيه و هتكسبوا الإسماعيلي خذ يا سيدي الشارع و خذ التشيرتي والله العظيم يا كابتن مصابي زي ما أقول لها حضرتك ها تولبتولها يا حسن رحت ناتش البتاع و من لبسها له هات المتين جنيه و أنا رحت لا دعني رحت راجع آخر واحد كمان كمان آخر واحد في الفرقة يعني جبرت بخطره كمان عملنا مطش وعملت أنا مطش على الإسماعيلي يا كابتن ها واحد سفر كستوعة سفر ترسع خذت المتين جنيه خذنا المتين لحلوح العشرة اللي